استقبل الرئيس التنفيدي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وفدان اقتصاديا رفيع المستوى من هونغ كونغ وقال هيبة ان حكومة هونغ كونغ تعتبر مصر بمثابة بوابة الاستثمار الى افريقيا والشرق الاوسط ولهذا تتصدر الشركات من الصين وهونغ كونغ قائمة الدول المصدرة لتدفقات الاستثمار من شرق اسيا الى مصر واستعرض الرئيس التنفيدي للهيئة اخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر ومن اهمية رخصة الذهابية الجامعة لكل التصريح التي تحتاجها الشركات في مصر للتأسيس والانشاء والتشغيل